أكد رئيس مجلس النواب المستشاري الدكتور حنفي جبالي أن العلاقات المصرية الكويتية تتمتع بالخصوصية وبالشراكة الاستراتيجية في ضوء العلاقات الراسخة والتاريخية بين البلدين الشقيقين جاء ذلك خلال لقائه برئيس مجلس الوزراء الكويتي الصباح الخالد الحمد في إطار زيارتها الرسمية إلى دولة الكويت حيث أكد حرص مصر على التنصيق مع دولة الكويت الشقيقة في كل ما يتعلق بالقضايا العربية والإقليمية خاصة في ظل تطورات الدولية المتسارعة من جانبه أشاد رئيس الوزراء الكويتي بالعلاقات الوثيقة بين البلدين كما أكد على دعم الكويت الكامل للموقف المصري العادل تجاه الحفاظ على حقوق مصر المائية في قضية سد النهضة الإثيوبية